مفاجأة الانتخابات التمهيدية الأمريكية تتوالى جو بايدن يتلقى هزيمته الأولى حتى الآن في إقليم الساموى وعلى يد رجل لم يعرفه سوى عدد قليل جدا قبل ليلة الثلاثة الكبير هو الرئيس مالي جيسون بايدن وتعد هذه المرة الأولى منذ عام 1980 التي يخسر فيها رئيس أمريكي في هذا الأقليم بالمر لا يدخل ضمن قائمة المنافسين الرئيسين لبايدن لكنه تمكن من التفوق عليه بنسبة 12% المفارقة أن المرشح كان لديه ثلاثة موظفين في حملته ولم يقم بزيارة المدينة شخصيا ومع ذلك حقق الفوز وفور فوزه كتب على موقع أكس معا يمكننا إعادة بناء الحلم الأمريكي وتشكيل مستقبل أكثر إشراقا للجميع يذكر أن بالمر ظهر في أكثر من فيديو على مواقع التواصل وهو يدعو بايدن لوقف الدعم العسكري لإسرائيل ووقف إطلاق النار على غزة وأخيرا نذكر أن الأقليم الصغير لا يشارك في الانتخابات العامة وإنما في الانتخابات التمهيدية فقط ترجمة نانسي قنقر